كما كان عرفوا الطلبة عزيمون على مقاطعة المتحانات المقبلة للأسف هذه المقاطعة ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لإتحقيق المطالب للأسف المقاربة التي اخذتها وزارة تعليم العالي منذ بداية الأزمة هي مقاربة خاطئة باش نور الرأي الآن كانت المقاربة فيها جوجد المصارات المصار الأول هو الصمت المصار الثاني هو حلول الشرقيية هذه الحلول الشرقيية يعني بينا من الأول أن الطلبة غير فضوية بشكل قاطع لأنه الطلبة يمكن أن الملف المطلبين جزئوه لأربع محاوير حالين والأربع مطالب اللي رئيسية وللنية ما تتعراجوا عليها المطلب الأول هو جودة التكوين المقروم بالسنة السابعة لأنه هذه الخمسة الدفوعات يعني عانت من واحدة المرحلة انتقالية مرحلة اللي ظالمة في حق هذه الخمسة ديال الدفوعات إذن ممكنش تضمن جودة التكوين في حل يستثني السنة السابعة هذه من جهة من جهة أخرى كانت توقفات لطالة ممتلين الطلبة للأسف يعني ضريبة التمثيل هو التوقيف أو الطرد مثلا كلية بني ملال الممتل طلبة تعرض للطرد كلية وجداء تعرضت تسع ممتلون للتوقيف والريبات كذلك طنجة للأسف هذه السياسة ديال التوقيفات مش هي السياسة المطلة لإيجاد الحل وإنما السياسة تزيد تعمق الأزمة النقطة الثالثة هي المكاتب ديال الطلبة هذا المكاتب اللي كتدافع تمثيلية ديال الطلبة اللي كتدافع على الحقوق ديال الطلبة ممكنش للطلبة أن يسمحوا فيهم والحاجة الرابعة هي آليات العودة آليات العودة خص تكون ملائمة وكتلأم يعني عشر أشهر من من الهادرة ديال التكوين عشر أشهر من النضال اللي خص يعني مراعاة هاد الظروف باش يكون واحد الرجوع بيداغوجي وفي الظروف سليمة والحاجة الخرى للأسف احنا كنشوف وراسنا قدام سنة البيضاء هاد السنة البيضاء اللي يخلينا رفضوها هو الدافع الوطني ديالنا الدافع الاخلاقي السنة البيضاء غشكون عنده واحد الآتر وخيم على التكوين على تهيبة الدولة على السيادة الصحية على الوطن ديالنا باش نشرحوا المواطنين بشكل دقيق السنة البيضاء والرصوب الجامعي هي تسمية واحدة لأنه نتيجة واحدة هاد النتيجة ديالغشعرف التقيق ديالدوفعتين دوفع اللي في السنة الأولى حاليا والدوفع ديالسنة الأولى اللي عادل تحقه إدان القورة سنة مثلا في كلياش طيب بالريباط أمام واحد واحد الاكتداد اللي مو هو غير ديال الف وتمانمية طالب هاد المدرجات هادو اللي غاي ما يستقبلوا الف وتمانمية طالب غير متاحة للأسف الأراضي التدريب الاستيشفائية كذلك إذان غنطيحوا أمام تدمير تكوين بشكل فاضح ويعني كذلك السنة البيضاء من زاوية أخرى فهي مثلا المغرب مقبل على بزاف ديال ديالتظاهرات اللي ما ما كيسمحوش أننا نضرو نضرو بصورة ديال بلادنا وإحنا عدنا بزاف ديالتزامات في هذا الوصول هذا ويعني كنت منا ومن الجهات الراشدة في هذه البلاد اللي كنت تحلى بالحكمة ما أننا تدخل بزافة ستعجالية وتلقى حلول عاجلة لأنه اللي خلل هاد المشكلة يتفاق مع عشر أشهر المشكلة البسيط المشكلة مطالب أكاديمية يمكنو حلوها يعني في نهار ولا في يومين ولكن المشكلة هو التعنط الوزاري في ما كنحملوش طبعا المسؤولية كاملة للوزارة التعليم الآلي كان يعني كي مسؤولية مشتركة رئاسة الحكومة الحكومة بصفة عامة العمداء اللي معينين من طرف وزارة التعليم الآلي يعني هذي واحد المشكل لجماعي